سأعطيكم أولاً نبزة عن بطل الملاكمة الذي رحل أمس الجمعة 10 أبريل 2020 ثم نرى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمهر اليوم والسبب العجيب ثم استقالت الروزير بسبب خرقية حظر التجوم حيث ودعت محافظة الإسماعيلية الجمعة 10 أبريل 2020 بطل الملاكمة الدولي وحيد بدران والذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد ودخل بدران في حالة صحية سيئة خلال اليومين الماضيين بعد إصابته بالفيروس خلال تواجده بولاية نيوجيرسي بأمريكا واشتهر بدران بلقب رامبو لتميزه خلال فترة شبابه بلعبة الملاكمة وحصوله على العديد من البطولات ومشاركته في المحافل الدولية ممثلاً للإسماعيلية ومصر الله يرحمه ده بطل الملاكمة وحيد بدران نرى حكاية إطلاق الغاز المسيل للدموع ومن ناحية أخرى تمكنت قوات الأمن بالدقالية اليوم السبت 11 أبريل 2020 من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بمقابر قرية شبرالبهو التابعة لمركز أجه بعدما رفض أهالي قريتين شبرالبهو ومئة العامل دفنها بمقابر قريتين وقامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمهر أهالي قرية شبرالبهو لدفن الجثمان وأكدت مصادر أمنية أنه تم القبض على 15 من مسيري الشغب وكان قد عاد الإسعاف بإكوثمان سين عين عين سنة 64 سنة طبيبة توفيت بسبب كورونا من مقابر قرية نيت العامل التابعة لمركز أجه اللي هو مسكت رأسها وذلك بعد رفض أهالي قرية شبرالبهو مسكت رأس زوجها رفضوا دفنها بمقابرهم قبل ساعات وكان أهالي قرية شبرالبهو تجمهروا أمام المقابر ومنعوا دخول الإسعاف الذي يحمل جثمان الطبيبة لدفنها بمقابر أسرت زوجها بالقرية بحجة أنها كانت مصابة بالكورونا وخوفا من نقل العدوى لأهالي القرية وتدخلت الأجهزة الأمنية والإدارة الصحية بأجل لإقناع الأهالي بدفن الجثمان إلا أنهم أصروا على موقفهم الرافض وفي محاولة لحل الأزم انتقلت الأسعاف إلى قرية نيت العامل مسكت رأس الطبيبة لدفن الجثمان في مقابر أسرتها إلا أن أهالي القرية رفضوا أيضا فعاد الإسعاف مرة تانية لقرية شبرالبه بصحبة قوات الأمن للتفاوض مع أهالي القرية اللي دفنها في المقبرة المخصصة لها حاجة موسيفة صحية وقال مصدر أمني أن الجثمان تم تكفينه بالطريقة الشرعية وضعه في كفة المكون من سلاسة طبقات طبقتان من القماش الأبيض والسالس من الجلد لدفنه بالطريقة الشرعية مضيفة أن الطبيبة وصلت فيه سيارة إسعاف معقمة صباح اليوم إلى قرية شبرالبهو مركز أجا لدفنها إلا أن القوة الأمنية المصاحبة للإسعاف فوجئوا بتجمر بعض الأهالي ورفضوا دخول الإسعاف للمقابر بحجة أنها ليست من أبناء قريتهم وإنما هي من قرية ميت العامل ولن يسمحوا بدفنيها في قريتهم خوفا من انتشار العدوى وحولت القوة المصاحبة إقناع الأهالي بأنه لا يوجد أي خطر عليهم من الجثمان وأطافت المصادر الأمنية أنها تم السمح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف به ولكنهم أصروا على الرفض وروا شهود عيان من القرية تفاصيل مهاجر القائلين زوج الطبيبة المتوفية يمتلك أربع مقابر بقارية شبرالبه ومن حقه دفن زوجته بالقرية ولكن عدم وعي الأهالي وخوفهم من المرض هو الذي دفعهم لرفض دفنها وضف شهود العيان أن مدير الإدارة الصحية بأجل عرض أن يقوم هو بدفن الجثمان بنفسه ليثبت للأهالي عدم وجود أي خطورة من الدفع إلا أن الأهالي رفضوا وده التجمهر بتاع الأهالي ده التجمهر ده يجب لهم كورونا أكتر من جثة الطبيبة المتوفية بعدين إمتى بقى هندي العيش لخبازه زي ما بيقوله يعني ما نعودش نفتي نقول هايجي لنا مرض ولي مش هايجي لنا مرض من الجثة وأصلا جاي في سيارة إسعاف ومعقمة ومغطاب ثلاثة طباط وماش وجلد ومن ناحية أخرى قامة مساء اليوم الجمعة موافق عشر أبريل السيد دون هاروين وزير الفنون بحكومة ولاية نيو ساوس ويلز بأستراليا بالتقديم استقالته لرئيسة الحكومة جلاديس بريجليكان على إسرى الانتقاضات التي وقهت إليه بعد أن قام بخرق ومخالفة قوانين الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك بعد ذهابه خارج مدينة سيدني لقضاء أجازاته على الرغم من تحذيرات الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الأسترالية من سفر المواطنين بعيدا عن محل إقامتهم خاصة الذين يتوجهون للمصايف خلال أجازة الاحتفال بعيد القيام وقد قامت السلطات الإسرائيلية بتغريم هاروين مبلغ ألف دولار تبقى للقانون وقد قدمت السيدة بريجيكان الاعتذار للشعب الإسرائيلي على مبادرة من أحد وزرائها في معبر نائبها السيد جون بريلارو عن غضبه من تصرف الوزير وأضاف أن الساسة ليسوا معفيين من تلك القواعد والقوانين فلا أحد فوق القانون إمتى نبقى زيهم واتغرم ألف دولار وقدم استقالته عشان كان خرق حظر التجول ونزل بعربيته وهو وزير من ناحية أخرى تداول حاليا رواد التواصل اجتماعي القصة التالية وتقريبا هي قصة قديمة ولكن تنطبق على حالاتنا الرهنة وبعد ذلك نرى الوضع المؤسف الذي تعاني منه نيويورك فبعد تحسن حالة الرجل البالغ والرجل العجوز جعل كل الأطباء يبكون فقد قال الرجل العجوز أنا لا أبكي بسبب المال الذي يجب أن أدفعه يمكنني دفع كل هذا أنا أبكي لأني كنت أتنفس هواء الله منذ 93 سنة لكني لم أدفع سمنه أبدا بينما يتكلف الأمر 500 يورو لاستخدام جهاز التنفس الصناعي في المستشفى لمدة يوم واحد فقط هل تعرف كم أنا مدين لله؟ لم أشكر الله على ذلك من قبل عندما نتنفس الهواء بحرية دون ألم أو مرض لا أحد يأخذ الهواء على محمل الجد فقط عندما ندخل للمستشفى في المستشفى يمكننا أن نعرف أن حتى تنفس الأكسوجين باستخدام جهاز التنفس الصناعي يكلف المال أشكر الله على الوقت الذي مضى في عمرك كله لأنك تستطيع فيه التنفس بحرية ومن ناحية أخرى في فرنسا والتي وصل بها حالات الوفاة يوم الجمعة 10-4-2020 إلى 12210 شخص وأنت فقط كانت حالة حالات الوفاة 1341 فقال الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون في كلمة له بخصوص الجدل الدائر حول مراسم دفن المسلمين من ضحايا الوباء المتفشي في العالم كورونا المستجد أن كل طائفة وديانة تدفن زويها وفقا للشريعة والعادات والتقاليد الخاصة بها مشيرا إلى أهمية احترام كل ديانة واحترام تقوصها ومن جهته وجهها محمد الموساوي رئيس المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية سؤالا إلى الرئيس الفرنسي حول القضايا المحتملة في المدافن الإسلامية نتيجة عدم وجود نساحة في المقابر البلدية وحقيقة أنه من غير الممكن حاليا إعادة المتوفى لوطنه لدفنه وقال الموساوي تعهد الرئيس إلى جانب وزير الداخلية كريستوف كاستانر باحترام التقاليد الدينية عند دفن المسلمين المتوفين حتى لو كان ذلك يعني إجراء ترتيبات مع المناطق المجاورة عندما لا يكون هناك ما يكفي من مواقع الدفن وعن شائعات حرق الجسس الإلزام الذي قد يتم دون وجود أفراد من العائلة إذا كان هناك عدد كبير من الجسس لدفنها قال أكد لي الرئيس أن ذلك قد تم استبعاده بالكامل وذكر بوضوح أن حرق الجسس محظور في ديننا وأعطاني ماكرون كلمته بأنه لن يحدث في نيويورك في حاليا مقابر جماعية من كتر المتوفين اليصل عددهم لألفين واحد كل يوم ده ماكرون طبعا بالكمامة لو أعجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعيلوا الجرس ليصل لكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم